اشتركوا في القناة تجربة تهلية بسباق الفورميلة واحد اعتبارا من الجولة المقبلة والتي تستضيفها مملكة البحرين بعد خمسة أيام فقط لأن القرار لن يصبح نهائيا بعد موافقة المجموعة الاستراتيجية للبطولة بالإضافة للاتحادي الدولي لرياضة السيارات بعد أن تم تطبيق النظام الجديد للتجارب التأهيلية في سباق جائزة استراليا الكبرى للفورميلة واحد أولى سباقات الموسم ساد الاستياء وأجواء العاملين بهذه البطولة العالمية حيث أكد عدد كبير من المسؤولين ضرورة تعديل النظام الجديد الذي يتم خلاله إقصاء السائق الأبطأ خلال إقامة الفترات الثلاث للتجارب بدلا من استبعاد الأبطأ بعد كل فترة كما كان الحال في الموسم الماضي ففي الفترة الأولى والتي تمتد لست عشرة دقيقة يتم استبعاد سبعة سائقين وهو نفس العدد الذي يتم استبعاده في الفترة الثانية التي تمتد لخمس عشرة دقيقة على أن يتأهل ثمانية سائقين إلى الفترة الثالثة التي تمتد لخمس عشرة دقيقة ويتم استبعاد أول سائق بعد خمس دقائق ثم سائق واحد كل تسعين ثانية على أن يتنافس على مركز أول المطلقين سائقين اثنين في آخر دقيقة ونصف وكان الهدف من ذلك إضفاء مزيد من الإثارة على هذه التجارب إلا أن ما حدث في سباق أستراليا كان مغايرا لهذا الهدف تماما عندما لم تشارك سوى سيارات قليلة في الجولة الثالثة الأخيرة بعدما اكتف معظم السائقين بما حققوه مبكرا وقد أكد بيرني إكلستون مسؤول الحقوق التجارية لبطولة العالم لسباقات فورميلة واحد إنه يتعين على القائمين على البطولة تعديل النظام الجديد للتجارب التأهيلية الرسمية للسباقات بعد رد الفعل الفاتر تجاهه بعد تطبيقه في الجولة الافتتاحية للموسم حفر لاعب منتخبنا الوطني للجوجيتسو علي منفردي اسمه بأحرفا ذهبية بعد فوزي بالميدالية الذهبية الأولى لمملكة البحرين في بطولة غربي أسيا التي ننظمها الاتحاد الدولي للعبة في العاصمة الأردنية عمان وكذلك حقق منفردي الميدالية البرونزية في منافساته الوزن المفتوح بمشاركة أكثر من مئة لاعب ولاعب يمثلون تسع دول من غربي أسيا انطلقت يوم أمس بمركز تسهيلات البحرين للإعلام بجامعة البحرين فعليات دورة المعلقين الرياضيين التي نظمها المكتب الأعلامي لسم الشيخ خالد بن حامل آل خليفة بالتعاون مع وزارة شؤون الإعلام وجامعة البحرين والاتحاد البحريني للدفاع عن النفس تحت شعار أطلق حماسك وعلق وذلك بمشاركة نخبة من الإعلاميين والرياضيين إلى تكوين جيل من الشباب البحريني القادر على ممارسة التعليق الرياضي وفق أسس احترافية وعلمية بالإضافة إلى تنمية قدراته وإمكانية الشباب في هذا المجال تمكن المنتخب الياباني من الفوز على منتخبنا الوطني للشباب بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جرت بينهما على استدل مدينة خليفة الرياضية ضمن منفسات الجولة الثانية للبطولة الدولية للشباب التي تحتضنها مملكة البحرين حتى الثامي والعشرين من شهر مارس الجارية وجاءت أهداف منتخب الوطني عبر كل من طلال النعار ومحمد جاسم بينما سجل المنتخب الياباني اللعب كيما يوتا وهيروكي والعب وكوكي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر